اشتركوا في القناة بعد انتهاء فترة تقديم طعون المترشحين المقررة قانونا وفصل المحكمة المختصة في كافة الطعون المقدمة لها وبناء عليه تم تقديم عرض القوائم النهائية واشار المدير التنفيذي للانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب الى ان اللجنة الاشرافية ستبدأ في تسليم كشف الناخبين للمترشحين وذلك من يوم غد الخميس من الساعة الخامسة عصرا ولغاية التاسعة مساء من جانب اخر اعلن المدير التنفيذي ان اللجنة الاشرافية ستبدأ في تلقي طلبات وكلاء المترشحين من يوم غد الخميس ولغاية الحادي والثلاثين من اغسطس حيث سيتم السماح لكل مترشح ان يختار ناخبين من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة وكلاء له لدى لجنة الاقتراع والفرز وان يرفق مع الطلب وصل استلام طلب الترشح للمرشح وصورة من بطاقة الهوية للوكيل بالاضافة الى صورتين شخصيتين مشيرا الى امكانية تقديم طلبات وكلاء المترشحين عبر الموقع الرسمي للانتخابات وبخصوص اي طلب للتنازل عن الترشح لفت المستشار نواف حمزة الى ان اخر موعد لتقديم طلبات التنازل عن الترشح للانتخاب التكملي سيكون بتاريخ الثامن والعشرين من اغسطس وذلك تنفيذا للقانون حيث يحق للمرشح ان يتنازل عن الترشيح باخطار كتابي على الانموذج المعدى لهذا الغرض على ان يقدم الى اللجنة الاشرافية وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل